بالنسبة لطب الأسنان عموما هنا في النمسا يعني بنشوف هنا أسعار تركيب الأسنان وأي شغل عموما في طب الأسنان هنا يعني أسعار أسعار هائلة وبنشوف كمان أن المرضى يعني بيروحوا البلاد المجورة أو يروحوا بلاد أخرى علشان يعني يقوموا بتركيب سنان فينيرس مش عارفة إيه حالي من دي هل أنت وضعت إيديك على الجرح مثل ما بيسموه البلد هاي النمسا اللي نحن عايشين فيها بلد فيها قانون تحترم الإنسان وما في حدفه القانون والمريض مؤمن ومضمون حقوقه بموجب القانون مو بعلاقة بينه وبين طبيب بس خرجنا من حدود النمسا سواء كانت هنغاريا رومانيا تركيا ألبانيا أي مكان تاني براتسلافا أي مكان تاني يبقى العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة بناتهم القانون ليس سيد العلاقة يعني واحد راح على تركيا سواء أسنان الشغل ما زبط شو ممكن يعمل ممكن يرجع مرة تانية ويأخذ أعباء وتكاليف وما يزبط الشغل مرتين وتلاتة وبالنهاية إذا ما شغل زبط أخذوا الفلوس منه ولا بحسن يشتكوا ولا بحسن يعمل شيء نفس الأمر بهنغاريا ونفس الأمر بسلوغاكا ونفس الأمر كده هي يعني صارت ضربة حظ حظ دخي أوروز ممكن يروح على بلد تاني ويتوفى وممكن ما يتوفى وشو اللي نعكاس عليها يعني نحن لعنا حالة أحد الشباب اللي يعيشوا على السوتيال أو يعني حالتهم بسيطة اجل عندي إنه بدي ركب أسنان فقلت له أنا ممكن يتكلفك الأسنان كذا 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 إلى آخره وممكن أساعدك تدفعهم بالتأسيد قال لا أنا رفقاتي أحلى صحوني بتركيا طلو روح على تركيا سول أسنان رجع بعد شهرين لعندي وانا عبكي هاي بشن الناس تتوعى رجع بعد شهرين لعندي قال لي أسناني هاي عبو جاني وهون عبو جاني وهون كذا فسويت له صورة قالت له هذا الشغل هو ممزبوط هذا الشغل هو ممزبوط قال لي شو بتعمل قلت له بترجع على التركيا لعند الدكتور اللي سولك لأنه أخذ منك فلوس ما حدا رايشتغل بلده له هو ياخذ فلوس وانا اشتغل لقبلهاش روح لعنده فراح لعند الطبي وهو سوري والطبيب اللي عب يعالجه بتركيا كمان سوري فصار خلاف بيناتهم فأنا عبكي هاي بشن الناس يتكون على وعي فصار في خلاف بيناتهم فجابوا الشرطة استدعوا الشرطة فالشرطة أغضيت هذا الشب على مركز للشرطة قريب من المركز الطب الأسنان اللي بتعالج فيه هو الشاب راح بارك ينكي ساعتين ثلاثة يفكر أنه رح تيجي الشرطة ورح يجيبوله مترجم ورح يفهموا مشكلته مع الدكتور اللي حدث أنه بعد ثلاثة أربع ساعات يجا باص شالوه عنوة لهذا الشاب حطوه في الباص ما سبعوا له ولا حق خلوه يحكي ورحلوه على سوريا رحلوه على أدلب رغم أنه هو يحمل وثيقة اللجوء النمساوية رحلوه على أدلب وطلع من أدلب لبينما رجع على النمسا كلفته خمس تلاف أيرو راح على أربيل ومن أربيل رجع طلع بالطيار كذا فهي أنتو يعني الناس تستبسط الأمور بتقول إنه يلا أنا بروح سايه هون بسايه هون عندي مريضة تانية أنا بداحكي هذه الكلام شان الناس تتوعى عندي مريضة تانية بدأت سايع عملية عين يعني بعيدة عن اختصاصنا عملية ليزر العيونة فأجت قالتلي إنه أنا بتنصحني الطبيب هنا بالنمسا لتلع رحي عند دكتور زمينا جمال عتمني عنده مركز ليزر وهو بالحي 18 ومعروف وكذا فراح يطلب مننا رقم بغض النظر فحدة من زملائها بالكورس أو ما عرف وين قالوا لها رحي على براسلافا براسلافا أرخص فراحت عبر سلافا جوز بنص المبلغ من حزن حظة هاي المريضة إنه سأولى عملية بعين واحدة رجعت وقال له بعد شهر تجي من سايب العين التانية فبعد فترة رجعت لعندي قالت لهاي العين مغبشة أنا ما أشوف فيها اللي سأولى عملية فأنا لأنه الشغلة أكوتة ومسرعة اتصلت بأحد زملائنا طباء العيون اللي بشارعي هو نفسه بنفس الشارع اللي أنا فيه بالحي الرابع اللي بدنا رأي ومشتراس اسمه الدكتور أحمد عبادي فقالت له يا أحمد هاي المرأة يعني حالتها أكوتة وبتمنى يعني رغم الزحم والازدحام بكل العيادات العربية تشوفها له هاي المرأة أنا أعتقد أنه هي مساوي عملية والعملية شيء ما هو مزبوط فراحت لعند الدكتور وشاف العين قال لي هي العين صفر فقدت عينها يعني راحت يعني الإنسان ما بوفره صحته راحت توفر على حالة ألف أو ألفين ببراسلافا فقدت عينها هذا الموضوع لو تم بالنمسا لو حدث هذا الأمر في النمسا التأمين الصحي أو القانون في البلد هاي أكيد بعوضة مليون يورو أقل ما يمكن على هالإصابة اللي صارت له بش ببراسلافا مين دا تحكيه راحة واحدة التانية راحة تتساوي عملية أص معده أو تاني معده أو تأصير معده أو تغيير أمبوب بتركيا ما رجعت يعني مع أنه عند أطفال راحة تساويت العملية وتوفيت في العملية دفنوها يعني نحن هون شفحته للأخ المشاهد لا بسمعني من ابناء الجاهل العربية أنتو في بلد يحترم الإنسان وفيه قانون وفيه محاسبة طبيب أخطأ فيه قانون بيحكم بين أخ وبينه إذا بضرر كلي أو جزئي إذا كانت ضرر ضرر طفيف تقدر تشتكي تاخد حقوق فيه محكمة فيه نقابة أطباء فيه قود أخت فيه خبيل قانون بيشوف أما بلدنا التاني ما فيه فوضى عارمة فوضى عارمة يعني أنتو تعرفوا الحادسة اللي صارت من فترة أنه تسمى بدل الناس بالشعور يعني مجموعة من الناس شافوا أنه شانت أنه حملة الماجسترات شانت حملة على كل بيع عيني الشعور واللحمة يعني البلد هاي تحترم الإنسان بتحترم القانون تحافظ على صحته فلذلك الناس اللي عند القدرة أنه هون تدفع وتساوي شغل هون تحافظ على نفسه هون أنت ما بتشتري حزاء ما زبطت كبير أو بانطرون ما زبطت كبير أنت عتشتري بي صحتك صحي الكواليتات اللي موجودة في النمسا بالشغل اللي تقدم بالنمسا ما يموجودة في البلدان التانية أنت يام بتحشتري تشتري سيارة مارسيدس بسعر داتشا يعني بتروح تشتري داتشا هاي هي حقه والمرسيدس هي حقه نحن هون بنمسا ملزمين بكواليتات معين بمستوى معين من العمل بمستوى معين من الخدمة اللي من أدمن للمريض بالبلدان التانية ما يموجوده وما في رقابة عليها فلذلك أنا بعتقد أنه الإنسان اللي عنده المقدرة يساوي هون ممكن يتواصل مع طبيبي بل يتفعله بالتأسيط يتفعل وراتن كذا بس لا يتنازل عن مستوى معين من الخدمة ومستوى معين من الكواليتات اللي بيأخذها من خلال العلاج والنمسا طيب يعني ليه النمسا من ناحية التانية برضو يعني ما تقدمش لمواطنيها اللي هي الأسعار في متناول الجميع يعني ايه سر الغلاء الموجود في النمسا ده يعني مقنطة بالدول المجاورة أو في تركيا أو في براتسلاف أو غيرها ايه سر الغلاء الموجود عن هنا يسر أنه هاي البلد أنت أي شغلة بتعمليها بتدفع ضرائب يعني الناس هون منين الدولة عنده أمكانيات تسوي طرقات وتدفع للاجئين وتدفع للأربايت لوزة وتدفع وتدفع من خلال جمع الضرائب الضرائب بتتم من خلال جمع الضرائب من الناس اللي عبتشتغل فالبلدان التاني ما فيه هيك شي فيه فوضى بيأخذ منك 200 ايرو حطه في جيب وغايله بينما وقت الطبيب هون بيأخذ 200 ايرو بديدفع نص درائب بديدفع 100 درائب هل ده برضو مبرر لا لا ما مبرر بس أنا سمحي التاني شي الكواليتات يعني نحن مثلا بيشغلنا منركب فرضا تلبيسات تسيركون تمام نحن ما بنحسن استعمل تسيركون صيني ولا بنحسن استعمل تسيركون تركي أو تسيركون من بنجلاديش ما بنحسن يعني لأنه تسيركون زماء له مستوى معين من الأمان بتحطيه بيتم المريض نعم هو المادة دي تسيركون مثلا اللي ايه بالزفر اللي هي تبع التاج تبع التلبيس يعني التلبيسات اللي بنسوي التعويضات السنية نعم فإذا أنت ما خدت هنا نوعية معينة يعني بالأساس وما هو مسموح تستخدمين نعم أي نوعية يعني أي شي بعملنا نعم وبيعياداتنا لازم يكون مكتوبة عليه مسموح استخدمه في الاتحاد الأوروبي في شي اسمه تسي إي كأيجنت نعم بالاتحاد الأوروبي إنه هذا مسموح استخدمه بالاتحاد الأوروبي سواء هي مادة سواء هي كاسة سواء هي محرمة فهي كلها إلى مواصفات معينة وإلى تكلفة معينة ما فيهم رقابة سلوفاكيا وهنجاريا ورومانيا للأسف صحيح إنه دول في الاتحاد الأوروبي ولكن الكوروبسيون عالي جدا في هالبلدان وما في رقابة ما عندهم الإمكانيات ما يدول وسطت لبرحة يعني نحن من نقول إنه النموذج الصحيح في الاتحاد الأوروبي يبدأ من النمسا النمسا وألمانيا والسويد وغيرها أنا باعتقال إنه النمسا هي بلد يعني أسعاره مناسبة ما يغالي كتير ولا هي رخيصة ممكن نتعايش معها ممكن نتعايش معها أعتقد المواطنين عندهم كل أك يعني كلام آخر يعني هي أنا شوفي أنا بعرف أنا مرضى كتير بيجو لعندي في ناس بتروع ألبانيا وفي ناس بتروع رومانيا وفي ناس بتروع تركيا في ناس بتروع هنغاريا في بعض الأحيان يعني مثل يعني بعض الأحيان بتوفق الشخص بيلاقي طبيب كويس وبيسوي لشغل مني وبعض الأحيان للأسف لا ممكن نرجع لعنة وكل الفلوس اللي دفع يخسرها ونرجع نعيد الشغل من جديد من أول جديد وهي أعباء مادية ونفسية للبريد يعني في ناس بروح بشاوه بمصر في ناس بروح بشاوه بأماكن تانية بس هي الفكرة أنه لا يمكن مقارنة النوعية العمل اللي بيحصل عليه المريض في النمزة بالدول الأخرى نعم لا